طيب احنا بنتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أليس هذا انتماء للوطن طب حضرة النبي خرج من مك وانتقل إلى المدينة وفي المدينة استقبل استقبال عظيم طلع البدر علينا فرح وابتهاك بوصول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واستطاع أن يؤسس المسجد واستطاع أن يؤسس الدولة الإسلامية واستطاع أن ينشر الإسلام في العالم مع كل هذا النجاح إلا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظل منشغل بوطنه وظل يخطط بفكرة القائد وبفكرة المحب وبفكرة المنتمي إلى بلادي حتى عاد إلى مكة فاتحة منتصرة ثم يقول له ماذا ماذا هو يسأل الناس أعداءه وخصومه اللي طردوه ماذا تظنون إني فاعل بكم فالأعداء بقى بتشهد لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أخ كريم وابن أخ كريم ثقة في أخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إذن مسألة الحقيقة اللي حصلت عندنا مسألة شزة مش طبيعة المصريين مش طبيعة أهل التصوف ده مش إسلام ولد الدين ولذلك هم زعلهم لما حبوا يطمسوا الهوية الهوية الإسلامية الهوية الصوفية الهوية المصرية كل ده ما فيش خلاف ده كل ده هوية واحدة هوية واحدة وقيم واحدة وتعليم واحدة هي تعليم كتاب المولى سبحانه وتعالى وسنة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام دكتور عبدالهازي يمكن استفدت في تشخيص الحالة ووضع النقاط على الحروف أين نحن وكيف يعني الحال وإلى أين قد يعني أو يجب أن نرسم مصارنا حتى نصل إلى كذا لكن كمان عندي على مقامات مختلفة عندي بعض الفراغات نعم كيف تملأ الفراغات أولا نستفيد من التجارب السابقة نعم والمؤمن كيس فطر طبعا ويعني لا يلدر مؤمن من جحر مرتين وتهيقدي أن احنا كلنا كل مصريين استوعبهم الدرس وبقى عندهم مناعة من توجه الفتنة والتأسيم والخداع والنفاق احنا بقى عندنا مناعة ولذلك المصريين النهاردة بيعدي علينا أحداث وتحديات جمدة جدا صحيح ومع ذلك بتجدي صلابة وثقة ثقة في الله وثقة في قيادتهم اللي هم معدش مسألة الفتنة دي بتوصل لنا بسرعة بس احنا برضو لازم نحصن أنفسنا ونحصن شبابنا ونحصن ولدنا وانا شايف اللي انتو بتعملوه النهاردة ده يعني أحد أنواع التحصين الجيد وإحنا عندنا بنقول تحصنت بزلعزة والجبروت واحتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اصرف عنا الأزى إنك على كل شيء قدير احنا يعني عندنا ثقة في ربنا سبحانه وتعالى أنه هو يحفظ مصر والمصريين من الأزى وبالتالي احنا كمان لازم نصل إلى حالة وعي وحفاظ وفهم واستعاب ونعرف أصلنا إيه حضرتك قلتلي في النص تجديد الخطاب الديني ويمكن ناس كتير أول تكلموا في تجديد الخطاب الديني تعرف يا حضرتك تجديد الخطاب الديني ده يعني إيه أول مسمح تجديد الخطاب الديني معناها العودة إلى أصل ومنبع الخطاب الديني المستمد من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أعود لأصلي مش هجيب خطاب جديد ما جاش قبل كده تجديد الخطاب الديني هنا بيعني تنقية هذا الخطاب مما علق به من تشدد ومفاهيم فيها قتل وخوف وعنف أنا بجدد بالعودة إلى أصل الخطاب وإلى منبعه الصافي من كتاب المولى سبحانه وتعالى وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام دي ملاحظة مهمة إن أنا مش بأتي بشيء جديد أنا عندي الأصل والمنبع موجود وأنا بأعيده لحالتي في قلوب المصريين أيه وهو حصل حصل مغلطات وحاولهم إن هم يلبسهم الإسلام بقضايا بعيدة عنه يعني وده كان نوع الحقيقة من التخطيط المحكم إن أنت تبيني للعالم كله إن الدين أصبح مشاحنات وأصبح خلافات وأصبح قصوة وأصبح ترهيب ما فيش دين الحقيقة لدين إسلامي أي رسالة ساموية كانت تدعو دائما للمودة والرحمة والسلام والحفاظ على النفس الإنساني ترجمة نانسي قنقر